للوصول إلى قدرات إبداعية عالية تمكن المتدربة من تطوير الحلول والأفكار بفاعلية تتواصل فعاليات برنامج صناعة المبادرات والحلول المبتكرة لمسؤولي الشوعب والمراكز في العتبة العباسية المقدسة بحسب الجدول التدريب المعد له والذي يضم عددا من الورش التطويرية إذ اختتمت مؤخرا ورشة حل المشكلات واتخاذ القرار ضمن فقرات هذا البرنامج يستمر قسم التطوير والتنمية المستدامة في العتبة العباسية المقدسة في برنامجه الذي مخصص لمسؤولي الشعب في العتبة المقدسة ويحمل عنوان صناعة المبادرات والابتكار البرنامج يحتيو على مجموعة من الورش التدريبية الغرض من البرنامج كله تطوير قابليات ومهارات الأخوة مسؤولي الشعب حول تحليلهم لمشكلات العمل واتخاذ القرارات الصائبة والدقيقة في هذا الموضوع دورة تنشيطية للمسؤولين الشعب بصفة عامة أما بصفة خاصة كمسؤول شعبة الموجودات حقيقة وصلت إلى بعض الحلول أو أكثر من حل المشكلة أضطر المشكلة وأختار الحلول ومن خلال الحلول الورشة تعد من الورش المهمة التي يضمها البرنامج الموضوع من قبل قسم التطوير والتنمية المستدامة وتهدف إلى المساهمة في تحسين الأداء من خلال تنظيم طريقة التفكير عند مواجهة المشكلات واتخاذ القرارات بأعراضها الظاهرية ومعرفة أدوات تحديدها لإيجاد أفضل هذه الحلول ترجمة نانسي قنقر